بسم الله وصلاة والسلام وعلى شفق خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم في استكمالا لشابتر نمبر سيكس سيرمال في بيرتس أوك مطر الخصائص أو سماة الحرارية للماد هنا نبدأ نقضي فورمز أو في ترانسفير صور انتقال الحرارة وانتقال الحرارة هو انتقال الطاقة الحرارية من الكتلة الساخنة إلى كتلة الباردة أو من كتلة الأسخن إلى كتلة الأبرد وانتقال الحرارة يسمى أي دائماً بالتدفق الحراري واستيصل الأجزام الخ chwasing التوازن حراري و هذا يعني أنها ذاتة بدقة الحرارة واحد هذا شكرا عن انتقال الحرارة و هو سيدي re type conduction omination هو توصيل conviction انتقال الحرارة vide уст اللعين هذا شكرا عن ثلاث طرق أن انتقال الحرارة الكندكشن الانتقال الحرارة عن طريق الجسيم ينقل حرارة نفسه الجسيم الساخن يتحرك من مكانه الى مكان الابرد هذا انتقال الحرارة الكندكشن الانتقال الحرارة عند النهاية السخنة الانتقال الحرارة عند النهاية السخنة تحرك بسرعة كبيرة وبالتالي تدفع الجسيم المجاورة ان تتحرك بسرعة اكبر مثل البوكر ان فاير سبون ان تي البوكر ان فاير سبون ان تي اللي هي عبارة عن لابة البوكر في ملعقة النار الموجودة في الشيء وبالتالي تنتقل الحرارة من الطرف الساخن الى الطرف البارد الكندكشن الانتقال الحرارة عند النهاية السخن الانتقال الحرارة تنتقل الى الطرف الآخر هذا الكندكشن La writing a of the metalろう او المؤكثين عند النهاية السخن المعدنチل الدفاعات الانتقال with the need ذافر هذه المغراض تحرك بسرعة اسخنق perf menus هذه الاهتزازات المجاورد تؤدون المناسق اللي بعض البعض تحتز المغراض مثلا و كما تحتززفف ف unknown новد النهاية المكترك Stewart الاهتزازات التنغط خلال المعدن أنتقال الحرارة بالتوصيل يبقى أنتقال الحرارة بالتوصيل لو عندي متل ستريب هذا تي 1 و تي 2 و تي 1 أكبر من تي 2 أنا سخنت هذا الجزئات الموجودة في هذا الطرف ابتدت تهتز تصدمت مع الجزئات المجاورة لها و تضEsطدمت في كتباب نحن و تديها جزئ من طاقة حركتها لığınك النحن تكتسب الطاقة و تتكتسب الطاقة و تتoiselle فحatem و خلية نحن تسكد و تضEsطدم تصدده جزئات المجاورة لها و إذا كانت نصبت حرارة و تكتسب الجزئات المجاورة قادرة و تضEsطدم مع الجزئات المجاورة و تت East و تتعلم داخل قادلا ملوضة حرارة بهذا التحدث عن طريق الحمل ما يحدث في الهيئة في جهاز أو جهاز يبدوا كلامه يتم كنداكشن في المواد الصلبة في السوائل والغازات ما الذي يحدث هو نهيتهم عندما يسخن الهيئة أو الجهاز هنا عندما تسخن الجهاز أو السائل الهيئة ستبعت مختلفة الهيئة ستبعت بعضها البعض ويصبح مزيد وبالتالي الكسافة تتجل ما يحدث هو أنك عندك كمية من الماء أو شوية ماء موجودة في كنتينر دماء ما يحدث هو أنك تسخن طبقة الماء أو شوية الماء الجريبي من اللهب يسخنوا تتبعت جزيئاتهم عن بعض لما تجعل الجزيئاتهم مع بعض معروف أن الكسافة يسوي كتلة على حجم لما تتبعت الجزيئات عن بعضها البعض الحجم يزيد فالكسافة تتجل لما كسافة تتجل بشوية الماء الجريبي من السخن كسافتهم تتجل فيطلع فوق يطفو يهبط جزيئات تاني اللي هم الأبرد لأن كسافتهم أكبر وهكذا هذا انتقال حرارة عن طريق الكونفكشن الكونفكشن تحمل حرارة معهم تحمل حرارة معهم عندما تتجل حرارة تتجل حرارة أبا في فلم هنا في فلم رايزنغ هوت اير رايزنغ هوت اير هنا هذا الهواء يرتفع هوا سخني يرتفع إلى أعلى فأنت تشعر لكن But not to the side of the flame لا بالتالي ولكن أنت لا تشعر بالحرارة بجوار اللهب لكن أنت تشعر بالحرارة لو حضرت إيدك إلى أعلى لأن البارتكالز موف أبورد تمام تحرك الهواء تحرك إلى أعلى وحامل الحرارة معها think about when you boil water the bubbles move upwards or think of a gas heater in the room the heat rises around the room وبالتالي دائما في الحياة العملية نجد أن الدفاية تحط تحت لا تحط فوق لأن الدفاية تحط إلى أسفل وتأخذ الحرارة وترتفع إلى أعلى فخلاص فتحس بالحرارة لكن لو تحط إلى فوق الحرارة وترتفع إلى أعلى فأنت موجود أسفل الدفاية فإزاي ستحس بالحرارة عكس من عكس المبرد المبرد تحط فوق لأن لما يحدث تبريد الكثافة تقلب فتنزل الهواء البارد إلى أسفل هذه الكونفكشن هنا الكولر ووتر تمام الكونفكشن هنا بيحصل لما تسخن الماء الووتر داع حمام مائي بارد كولز آد زي سير كونفكشن كورنت هوت ووتر رايز لما تسخن الماء تسخن الجزء القريب من اللهب يبدأ في هذه الحالة يحدث بيحصل بعض السوائل البارد كورو ووتر أبور إلى أعلى تأخذ الحرارة معها لأن الكثافة أقل لأن عندما سخن جزئات بعضها حصل لتسخن بعضها فالحجم زاد فالكسافة تسخن عندما تسخن تسخن إلى أعلى يهبط مكانها أبرد لأن كثافتهم أكبر وهكذا يحدث الانتخال عن طريق الحمل